تزعمها نمساوي اعتقال ثماني اشخاص في المانيا بشبهة الانتماء لتنظيم يميني متطرف وعلى نفس الوتيرة وزيرة خيرجية السابقة طبعا دي كنيسل بتقول هي مش شايفة ان دي صدفة اني هتلر جه من النمسا ومعانا خبر اخر هما الخبرين دول وزيرة الخارجية تصريح لوزيرة خارجية النمسا زي دا ووحدة مشهورة جدا وطبعا هي معروفة انتماءها او علاقتها الوثيقة بروسيا والرئيس بوتن اللي اتى خصيصا لحضور حفل الزفاف الخاص بها هل الموضوعات اللي احنا بنتكلم فيها دي هل فعلا بناء على وجود العصابات هل دا مبرر ان هتلر كان موجود من هنا ازاي الربط بالاتنين او يعني شوف سيد الكريم يكفي فعلا ان نقرأ هذه العنوانين بجانب بعضهم عن بعض اللي تكتمل يعني اللوحة مع الاسف الشديد طبعا يتزعمون نمسا واعتقال ثمانة الاشخاص في المانيا بشبة الانتماء لتنظيم يميني طبعا هذا التنظيم يضم تقريبا عشرين الى خمسة وعشرين شخص وايضا فيهم يعني شيء من في بولندا وفي المانيا وفي كذا وحتى في النمسا نفسها تم عدد من الاعتقالات ووزيرة الخارجية شو بتقول لك بتقول لك انه طبعا على قناة روسية بتقول التي الخاصة حولها عدم صدفة كون ادولف هتلر نمساوية تقول لا بد ان هناك سببا لماذا جاء هتلر من النمسا ولماذا جاءت لماذا كانت معظم قيادات قستابو عفوا الشرطة السرية النازية من النمسا وتضيف ان هذه الظاهرة تعكس مزيجة من ديق الأفق والحسد وعقد النقص الهائلة يعني صراحة ما فينا نعلق هذول اهل البلد اهل الهم كما يقال اهل مكة ادرى بشعابها كما يقال يقول المثل بصراحة لا استطيع ان ازيد على كلام السيدة هذه الاسئلة تحتاج الى اجابة تحتاج الى دراسة لربما الحالة المجتمعية في النمسا تحتاج الى دراسة لكن الحالة 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 السياسية بشكل عام الشكل السياسي القرارات يعني حتى الاحزاب السياسية يمينا ويسارا اخضرا واحمرا وازرقا الى ذلك يعني وبنكا حتى مشان هذا النيوز يعني تحتاج الى دراسة بصراحة لماذا ارتفاع وطيرة العنف الموجودة يعني حتى اليوم هذا الاديولوجي هذا الشخص اللي اعتقلوه بالمانيا وابن شخص مقرب او جده مقرب من حزب الحرية اليميني بصراحة يعني دليل انه انه فعلا في حالة بقاء للفكر الاجرامي في عقول الكثيرين على ما يبدو هذا الشيء ما رح نقول كثيرين ولكن موجودين صراحة كل فترة منسمع يعتقلوا اشخاص محصوبين على اليمين يا اكتشفوا اسلحة يا شخص رفع لك ايده او نزل ايده او رفع لك شيء شعار ما له علاقة بهتلر وما الى ذلك فبصراحة مع الاسف الشديد النمسا اقولها تحتاج الى انفتاح اكثر تحتاج الى انفتاح بداية على ذاتها ثم على الاخرين